أعلنت الآن منصة إيراد واللي هي المنصة السعودية للتمويل البديل لنمو المشاريع والمتاجر الإلكترونية في الشرق الأوسط عن إغلاق جولة استثمارية بوي سيد قدرها 9 مليون ريال سعودي أي ما يقارب 2.4 مليون دولار أمريكي بمشاركة من نواة كابيتل وفنتشر سوق والعديد من مجموعة من المستثمرين الملائكيين أيضا في المنطقة انطلقت إيراد في المملكة العربية السعودية تحديدا في مايو 2022 بواسطة سالم أبو حمور وفارس يغمور ويوسف سعيد أيضا لمساعدة المشاريع والمتاجر الإلكترونية بالحصول على تمويل بعد تقييم بيانات التسويق وأيضا المبيعات والمحاسبة لها عن طريق الربط المباشر بالمنصات المختلفة حيث بحدد تحليل البيانات مدى أهلية الشركة للحصول على التمويل وفقا لما أوضحته وبتتخذ المنصة قرارات التمويل خلال 48 ساعة فقط ثم بتحول المبلغ المطلوب بعدها بشكل مباشر للعملاء فيما تحرص أيضا على ربطها بحلول المدفوعات الإلكترونية مما بعزز من سلاسة تجربة المستخدم وطبعا مثل ما بنعرف أنه موضوع يعني الإعلان وأيضا الأمور لإلها علاقة بالتمويل المالي في الشركات الناشئة هو من الأمور من أكبر التحديات اللي بتواجه الشركات الناشئة تحديدا في منطقتنا العربية لذلك هيك نوع من المنصات أمر مهم جدا لو عجبكم هذا الفيديو وحابين تعرفوا أكثر عن أخبار البزنس والتكنولوجيا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسماشي تيفي وزوروا موقعنا www.smashy.tv أو حملوا تطبيق سماشي الآن